السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي وحلقة جديدة من حلقات بودكاست مع محمد حدايدي وكالعادة حلقات البودكاست بدون انترو وندخل بالموضوع مباشرة ما يحتاج أنك تتفرج الفيديو يكتفي سماع الفيديو لأنه عبارة عن سوالة موضوع اليوم هو عن تحديث أبل الأخير iOS 17.5 أو iPad OS 17.5 بعض الأخبار طلعت أنه تم استعادة الصور المحذوفة من سنوات قبل إلى لحظة نزول هذا الفيديو ما علقت على الموضوع نهائيا تقريبا التحديث له 4 أو 5 أيام نازل كالعادة أيضا بعض الناس اشتكت من نفاذ البطارية بسرعة سخونة الجهاز، تهنيك أثناء الكتابة أو فتح بعض التطبيقات يطلع من التطبيق يعني مشاكل متفرقة تعودنا عليها في بعض التحديثات ولكن تحل إما بتحديثات فرعية أو بتحديثات الطبيقات اللي بيعلق فيها الآيفون وإلى آخر ولكن خلينا في المشكلة الأساسية اللي كثير أو قليل أتكلم عنها ففي واحد قال أنا عندي الجهاز من 2010 حادث الصور بعد تحديث الجهاز لـ iOS 17.5 رجعت هذه الصور المحذوفة وبيقول أنها رجعت عن طريقة آي كلاود الآي كلاود ما نزل إلا في 2011 في 2010 ما كان فيه شيء اسمه آي كلاود انت بتتكلم في 2010 وانت الآن 2024 يعني 14 سنة وجه هذا الآيفون هذا اللي يدعم التحديثات لمدة 14 سنة ففي شيء مو مفهوم واحد ثاني جصة أيضا ذكرت فيه أحد المواقع بيقول أنا بعت آيباد لصديقي أتفاجأ بأنه صديقي اتصل علي وقال أن صورك المحذوفة بعد ما حدثت الأيباد رجعت لي فهل أنت يا شباب بعت الأيباد لصديقك بالآي كلاود الخاص فيك؟ طيب لو بالآي كلاود الخاص فيك رجعت له كيف الصور؟ طيب لو بدون أي كلاود كيف رجعت أيضا الصور؟ في شيء في الموضوع أنت الآن أيها المتابع هل رجعت لك الصور كنت حاذفها بعد التحديث رجعت؟ هل تستخدم الأي كلاود أو لا؟ يريد تجاوبني في التعليقات أنا بالنسبة لي أنا يعني حدثت يمكن خمس آيبونات ثلاث آيبادات أجهزة الماك ما في أي صور رجعت من الصور المحذوفة ما أعرف أي أحد كده شخصه رجعت له صور كان حاذفها بعد ما حدث رجعت له فهتحس الموضوع في شيء غلط ولكن الحكمة اللي ناخذها من هذه الأخبار أنه لا يوجد خصوصية في الإنترنت تعامل بالإنترنت وكأنك تتعامل في مكان عام لا سناب شات لا انستجرام لا إكس لا فيسبوك لا واتساب لا أجهزة الآيفون لا إباد لا ماك لا أجهزة الأندرويد ولا غيره من الأجهزة ما في شيء اسم خصوصية بمجرد دخولك إلى عالم الإنترنت فأنت مكشوف تماما لا تتطمن لأي تطبيق لا تتطمن لأي جهاز متصل بالإنترنت لا تتطمن نهائيا صورك الخاصة احتفظ فيها في هاردسكات أو اس اس دي غير متصل بالإنترنت نهائيا ذلك الأوراق المهمة المستندات المهمة وإلى آخره هل السحابات تشملها هذا الكلام نعم لأن السحابة هي نفسها سيرفرات ما هي موجودة عندك موجودة عند شركاتهم الله أعلم هل بيحتفظوا فيها إيش بيسووا فيها فعالم الإنترنت عالم مخيف جدا فإذا كنت خايف على شيء ما لا تحتفظ فيه في مكان متصل بالإنترنت نهائيا فلو صدقت الروايات اللي شفناها في هذه المواقع اللي حادف صور من 2010 من 14 سنة وما زالت موجودة عند الشركة مصيبة كبيرة فمعناه أنت بتحذف من عندك ولكن كل شيء موجود هناك فإيش فايدة الحذف؟ معناه أن كل شيء أنت جالس تسويه موجود عندهم إيش بيسوي فيه؟ بعض الناس يقول لك إيش بيسوي فيه؟ ممكن ما يفرق معاك أنت شيء ما أدري صراحة والموضوع ما أدري ياريت تشاركني في صندوق التعليقات كانت أهم نصيحة من وراء هذا الفيديو أنه تعامل مع الإنترنت وكأنك في مكان عام فقط لغير قمنا أكون أفدتكم ولو معلومة وسيطة لا تنسب كل تأكيد شاركني في صندوق التعليقات بكذا كنت صدت معكم من هذا الفيديو يعطيكم ألف عافلة تنسونا من لا تسبسكراف في القناة وفي أمان الله تنسونا من لا تسبسكراف في القناة